قال مصدر في بنك سباء الإسلامية أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية دخلت السيرفر الخاص بالبنك وعبر رقم الكود السويفت كسرت وداعي على البنك في الخارج وحولت أموالا إلى حساباتها في البنوك الخارجية وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي حولت إلى حساباتها من وداعي بنك سباء الإسلامي في البنوك الخارجية خلال الأيام الماضية 12 مليون دولار أي 7 مليارات و200 مليون ريال يمني بسعر صرف 600 ريال لكل دولار وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تضغط على البنوك لتسليمها كود السويفت وهو عبارة عن شافرات أنظمة الحسابات وكشوفات بأسماء العملاء مؤكدا رفض بنك التضامن الإسلامي ومصرف اليمن والبحرين الشامل تسليم كود السويفت للحوثيين وتؤكد المصادر أن القيادي الحوثي صالح مصفر الشاعر وهو مسؤول الاستثمارات الحوثية المحلية والخارجية يقود هذه الحملة على البنوك بصنعاء ويعاني القطاع المصرفي في اليمن مشاكل معقدة وابتزاز ميليشيات الحوثي ونقص الصيولة وتعثر ديونه عند حكومة الحوثيين الإنقلابية وانقسام البنك المركزي بين الصنعاء وعادا اشتركوا في القناة